اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وليد راقراك يتلقى أخبارا صارة بخصص أربعة لاعبين تلقى الناخب الوطني وليد راقراك أخبارا صارة من طبيب المنتخب الوطني الفرنسي كريسوف دولوت الذي أكد شفاء ربعية المنتخب الوطني من إصابتهم ويتعلق الأمر بين نصير مزراوي سوفيان ديوب إسماعيل السباري وحكم زياش الذين كانوا يعانون من إصابات مختلفة وأكد مصدر من داخل المنتخب الوطني حسب صحيفة المنتخب أن الربعية سيحضرون المعسكر الإعداد للفريق الوطني في شهر مارس إن شاء الله تهديرا لمباراة أنجولا وموريطانيا الوديتين ومن جهة أخرى سيعلن الناخب الوطني وليد راقراك يوم الرابع عشر من مارس القادم عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني التي ستشهد غياب سوفيان بوفال الذي أصيب خلال مشاركة المنتخب الوطني في نهاية كأس إفراقي للأمم التي استضافتها الكوديفور مؤخرا لا يصدق جامعة فوز القجعة توقيل مدرب المنتخب المغربي الشرعي بشكل مفاجئ وتعين مكانه هذا المدرب أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل قليل عن تعين طريق سكتيوي المدرب الحالي للمغرب الفاسي مدربا جديدا للمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة خلف العصم الشرعي وكشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرة على موقعها الرسمية أن هذا التغيير يأتي في إطار النهج الجديد للجنة المنتخبات الوطنية والمتمثل في التنصيق والتواصل بين الأطر التقنية لكافة المنتخبات الوطنية وتقدمت الجامعة في البلاغ ذاته بشكرها لعصم الشرعي لما قدمه للمنتخب الأولمبي خلال فترة إشرافه على تدريبها يشار إلى أن الشرعي قاد المنتخب الأولمبي لتتوجب لقب كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة وضمن التأهل أولمبياد باريس الذي يقام صيف هذا العام إن شاء الله الزياني موهبة برشلون يفضل المغرب بعد تلقيه دعوتين من الجامعة وإسبانيا قرر اللاعب إسماعيل الزياني لاعب في تيان فريق برشلون الإسباني لكرة القدم تمتيل المغرب على حساب إسبانيا بعد تلقيه دعوتين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإسباني للعباء وذكر موقع سبورت أنه علم من مصدر مقرب من اللاعب الزياني أنه وافق على مواصلة اللاعب للمنتخب المغربي لأقل من 15 سنة بعدما شارك في دجمبر من السنة الماضية في تجمع إعداديا لهذه الفئة بمركب محمد السادس لكرة القدم وأشار دات المصدر إلى أن عائلة الزياني فضلت أن يواصل حمل قميس المنتخب الوطني المغربي رغم توصوله بدعوة من قبل منتخب إسبانيا وأبلغت الاتحاد الإسباني بذلك ليتم سحب اسمه من اللائحة المستدعات لمواجهة إيطاليا والديانة يومي الخامس والسابع من مارس المقبل وتواصل الزياني بدعوة أيضا من قبل جامعة الكرة للمشركة في تجمع إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم سيجرى في الفترة الممتدة ما بين الثامن عشر من مارس المقبل والسادس والعشرين من الشهر ذاتها ورسالة الجامعة رسميا فريق برشلون من أجل السماح للزياني بالمشركة في هذا التربص الإعدادية استعداد للاستحقاقات القدمة يشار إلى أن الزياني من والد مغربي وأم إسبانية وسبق له أن حمل شارة العمد في فئات صغار برشلون الإسبانية الذي لا يزال يلعب معه في فئة أقل من خمسة عشر سنة تقارير ميلانا الإيطالي تشبت بالتعويض الفرنسي جيرو بن سري ذكر التقارير إعلامي إيطاليا أن إدارة إيسا ميلانا الإيطالية متجابتة بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف أنصاري مهاجم إيشبيلي الإسبانية لتعويض الرحيل المرتقب للفرنسي أوليفي جيرو وحسب صحيفة كوليد الإسبور الإيطالية فإن ميلانا يضع إسمين قديمين جديدين في القائمة النهائية للمهاجمين المفضلين لدى الإدارة ولا يظل يراقبهم من أجل انتدابهما في الصيف المقبل ويتعلق الأمر بكل ميلانصاري والأمريكي جونتان ديفيد مهاجم ليلة الفرنسية وأفاد المصدر ذاته بأن خصائص انصاري الهجوم يتطير اهتمام الفرق الإيطالية إلى جانب عامل آخر يتعلق باقتراب نهاية عقده صيف السنة القادمة الأمر الذي سيجعل إمكانية التفاوض سلسة مع مسؤول إيشبيلي الإسبانية وأكد أيضا أن إيسا ميلانا الآن سيتأنى قبل اتخاذ القرار المناسب ويرصد مبلغ 20 مليون يورو لانتداب المهاجم المغربية وإن لم يتم قبول العرض سيعرج نحو خيارات جديدة بالقيمة المالية نفسها وكانت تقار إعلامي أشارت إلى أن يوسف انصاري دخل أيضا دائر تهتمام بعض أندية دور روشن السعودي للتعاقد معه الصيف المقبل إضافة إلى رغبة وستهم يونيتد الإنجليزي في ضمها يشعر إلى أن العقد الذي يجمع انصاري صاحب الـ 26 عاما مع فريقه الحال إيشبيليا يمتد إلى غاية الثلاثين من يونيو من عام 2025 خمسون اسمان في قائمة الرقراغي وسط ترقب لعودة بعض اللاعبين لمنتخب المغرب يتجه مدرب منتخب المغرب وليد الرقراغي لإجراء تعديلات خلال ودية أنجولا ومريطانيا في الثاني والعشرين والسادس والعشرين من مارس المقبل إن شاء الله في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة من أبرزها مبارية التصفية المؤهلة إلى نهائية بطولة كأس العالم 2026 وبطولة كأس أمم إفريقيا التي من المرتقب أن تستضيفها المملكة المغربية صيف 2025 إن شاء الله ومن المرجح انتشهد القائمة النهائية لمنتخب أصود الأطلس عددا من التعديلات لرغبة المدرب وليد رقراغي في تدعيم كتبته بأسماء جديدة قادرة على تقدم الإضافة للمطلوبة بعد الإقصاء المفاجئ من دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا التي استضفت الساحل العاج مؤخرا ويدغط عددا من متابع المنتخب المغربي على المدرب الرقراغي من أجل توجه الدعوة لبعض اللاعبين الذين غابوا عن تشكلة منتخب المغرب لمدة طاولة رغم العروض الجيدة التي يقدمونها برفقة أنديتهم الأوروبية والعربية ويتعلق الأمر بسفيا رحم هدف العين الإماراتي وريان مايم وهجم ستوكسيس الإنجليزية ومونير الحداد نجم نادي الأسبالمز الإسبانية وفي هذا الإطار ذكر موقع العرب الجديد أنه حصل على معلومات من مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب المغرب أوضح من خلالها أن هناك قائمة موسعة تضم 50 لعبا وبالتالي بإمكان المدرب رغراج استدعاء بعض الأسماء التي غابت عن المنتخب المغربي لمدة طاولة بشرط أن تكون في مستوى اللاعبين الحاليين وأن تحافظ على مستوىها الفني والبدني ورفض ذات المصدر الحديث عن اللاعبين بعينهم واكتفى بالقول أن باب المنتخب المغربي مفتوح أمام جميع اللاعبين المجدين والمتابرين وهو ما يعني احتمال استدعاء أسماء غابت عن بطولة كأس العالم في قطر 2022 وأيضا عن نسخة الصاحل العجلي كأس أمام أفريقيا 2023 ولم تلك الطعام أفريقيا؟ أدى أن توقيت عن المستوى силь لفعل العجلي كأسر وعرض هذه التعليمات بشكل صعب في مستوى ومن سأتواح في الوضع النسخة